بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العلي العظيم نفس الإنسان وروح الإنسان وفكر الإنسان تسيطر على أعمال الإنسان أنت فكرت في أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى فأقدمت على زيارة أوليائه عليهم الصلاة والسلام شخص آخر يفكر بطريقة أخرى ويذهب إلى أماكن أخرى وهكذا في سائر أفعال الإنسان تجد إنسان نفسيته نفسية رفيعة فيتجنب عن صغار الأمور في أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته وهناك إنسان آخر قد تكون نفسيته وضيعة وهذه النفسية الوضيعة تسبب أن يفعل أفعال لا تليق وقد تكون من المحرمات لذلك الله سبحانه وتعالى والأنبياء والأئمة كما كان لهم التركيز على إرشاد الإنسان إلى ضبط أعماله بحيث تكون هذه الأعمال تليق بشأنه كإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى كذلك هناك تركيز على نفس الإنسان وعلى روح الإنسان وعلى نفسية الإنسان هناك حديث طويل مروي في الكتب المعتبر كالكافي وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق العقل خاطبه فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك وفي حديث آخر أعز علي منك في حديث ثالث أكرم علي منك بك أثيب وبك أعاقب وخلق الله سبحانه وتعالى الجهل أيضا حس هذا الجهل شنو هو هل المقصود به إبليس أو غير إبليس باك بحث آخر خلق الجهل ثم جند العقل بمجموعة من الجنود هؤلاء الجنود يؤازرون العقل والجهل جند أيضا بجنود تقابل هذه الجنود التي هي موجودة للعقل يعني مثلا الصدق من جنود العقل والكذب من جنود الجهل الإمام عليه الصلاة والسلام يعدد هذه الجنود من العقل ومن الجهل وفي نهاية الحديث يذكر أن المؤمن لا يخلو من جنود العقل من الصابر والشكر مثلا والرضا وفعل الخير وما إلى ذلك ولكن ينبغي على المؤمن أن يثابر أن يزكي نفسه لتكتمل هذه الجنود فيه لأن هذه جنود العقل 75 جندي من جنود العقل مكتملة في الأنبياء والأئمة لكن سائر الناس قد لا يخلون من بعض جنود الجهل لكن الله سبحانه وتعالى أعطى للمؤمن هذه القابلية أن يزكي نفسه لكي يتخلص من جنود الجهل ويعوضها بجنود العقل هناك كثير من الأحيان نجد ونقرأ وقد شاهدنا أناسا كانت فيهم صفة ذميمة من الصفات لكن ثابر فبدل هذه الصفة الذميمة إلى ما يضادها من الصفات الحسنة في الحديث يقول إذا انتهى ما تقدر تبدل هذه الصفة النفسانية لأن بعض الأحيان هذه الصفة ملاصقة للإنسان وخاصة إذا تعود عليها هنا الحديث شنو يقول يقول لا تظهر هذه الصفة خليها كامنة لا تظهرها صحيح أن هذه الصفة تدعوك إلى العمل غير اللائق لكن لا تظهرها أظهر عكسها يعني أفرض إذا واحد جبان مثلا الجبن هو أمر قلبي يظهر على أفعال الإنسان هس هذا الجبان يظهر من نفسه الشجاعة في موقف خايف يريد في هذا الموقف يهرب لكن يسيطر على نفسه فيظهر هذه الشجاعة ولا يهرب من ذلك الموقف مثلاً هو ما قدر يغير هذه الصفة في نفسه لكن يتمكن من إخفائها صحيح إذا غيرها درجاته ترتفع لأن الإنسان المؤمن قد يكون مؤمن ومؤمن آخر تشوف الدرجات في الآخرة تختلف وللآخرته أكبر درجات وأكبر تفضيلة أو أكثر تفضيلة هذا مؤمن صلى صام زكى حج اجتنب عن المحرمات وذاك كذلك لكن الدرجات تختلف ليش؟ لأن هذه النفسية أرفع من ذاك هذا لأنه نفسية أرفع وتكون درجتها أيضاً أرفع حتى إذا العمل كان متساوياً لكن مع ذلك الإنسان حينما يحاول يمكن أن يغير هذه النفسية السيئة فدرجتها ترتفع إذا ما قدر يغيرها لا يظهرها عدم إظهار يسبب أنه لا يعاقب لأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على هذه الصفات حتى إذا كانت ذميمة إذا لم يظهرها الإنسان أكو في حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وآله معروف بحديث الرافع رفع عن أمة تسع الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة فرفع عنها تسعة أشياء لم تكن مرفوعة عن الأمم السابقة من جملة تلك الأمور التي رفعت عن هذه الأمة يعني رفعت مؤاخذتها والعقاب عليها والحسد ما لم يظهر بيد أو لسان يعني إذا فد واحد في قلبه يحسد مؤمنا هذه صفة ذميمة توجب نقصان درجات هذا الإنسان في الآخرة ولكن إذا لم يظهرها بيد بأن يعمل عملا ليضر المحسود ولا لسان في لسانها ما يظهره بغيبة وتهمة ومنقصة وما إلى ذلك ما أظهر لا بيد ولا بلسان في قلبه في يوم القيامة لا يعاقب على هذه الصفة التي كانت كامنة في قلبه هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن منته على هذه الأمة المرحومة لكن لا يعاقب عليها بس هذه تسبب هبوط درجاته الآخرة درجات كبيرة أكثر من درجات الدنيا في الدنيا أكو درجات في الآخرة درجات أكثر والفاصل بين الدرجات أكثر وأعمق هذه الصفات الذميمة لا توجب العقاب ولكنها توجب نقصان الدرجات في حديث عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يذكر لأصحابه حول معصية من المعاصي يقول لهم إن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يقول لبني إسرائيل لا ترتكبوا هذه المعصية وأنا أقول لكم لا تفكروا فيها مو أنه فقط لا ترتكبها لا تفكر بيها ليش لأنه التفكير كالدخان بعض الأحيان تشوفون قبل ما النار تشتعل يصير دخان هذا الدخان يسود يسبب الصخام والسواد صحيح ما صار حريق في هذه الغرفة أو في هذه الدار ولم يحترق شيئا لكن هذا الدخان يسود إذا أنت ما ارتكبت المعصية لكن فكرت فيها هذا التفكير يسود النفس صحيح ما راح نفسك تحترق في نار جهنم لكن تصير فيها سواد وهذا السواد يسبب نقصان الدرجات فإذا المتحكم في أفعال الإنسان نفسه وروحه وفكره فينبغي عليها أن يهذب إذا إحنا عدنا في الأحاديث في كلام علماء الأخلاق تهذيب النفس تهذيب النفس شنو معنى؟ معنى أنه الإنسان هذه الشوائب يزيلها من نفسه فإذا فعل ذلك راح على عملهم يأثر راح على حياتهم يأثر أما إذا الإنسان لم يفعل ذلك فغالبا تظهر هذه الصفات بعض الأحيان الإنسان يمكن يضبط هذه الصفات لكن بعض الأحيان تفلت تظهر هذه الصفات وقد يكون فيها معصية الله سبحانه وتعالى وقد يكون فيها نقصان درجة الإنسان اجتماعيا يعني أنت تشوف هذا إنسان ظاهر جميل إذا علمت ما في قلبه بأن هذا الإنسان في قلبه بغض لك أو أن هذا الإنسان في قلبه حسد لك أو أن هذا الإنسان نفسية كذا وكذا هل يسقط من عينك أم لا؟ نعم يسقط من عينك ولو ما فعل شيء لا تعاقبه لكن يسقط من عينك وفي يوم القيامة يوم تبلس سرائر في يوم القيامة سرائر الإنسان يعني ما أسره في نفسه تظهر الله يظهروها قد لا يعاقب عليها لكن تظهر وإذا أنت تشوف إنسان مؤمن متدين ظاهر الصلاح تشوف نفسية نفسية وضيعة في يوم القيامة أمام جميع الخلق يسقط من أعينهم حتى لو بعدين مصيره يكون إلى الجنة لكن الدرجات الدانية من الجنة فإذن على الإنسان أن يهذب نفسه لأنه ماكو إنسان غير معصوم إلا ولعل في نفسه شيء لكن يتمكن من تغيير هذا الأمر في أحوال غاندي مذكور أن غاندي محرر الهند كان جبانا إلى أبعد الحدود بحيث أنه كان يخاف من الظلام عندما كان يريد يدخل في بيته في الليل لكن الزمانة مكهربة ماكو في بداية الدار أكو دهليز إلى أن يصل إلى الغرفة هذا الدهليز مظلم كان من شدة خوفه عندما يدخل في الدهليز كان يصيح صياح عالي إلى أن يصل إلى الغرفة هكذا كان حاله زين شاف هذه صفة ذميمة فحاول وحاول وحاول إلى أن كان في نهاية المطاف بدل هذه الصفة إلى صفة شجاعة بحيث أنه كان في بعض الغابات الخطرة في الهند وحيدا بالسلاح فقط إذا حيوان مفترس مثلا يتحجم عليه ويقدر يدافع عن نفسه كان يعبر من هذه الغابة وتمكن بهذه النفسية أن يقارع الاستعمار البريطاني وتحمل ما تحمل إلى أن توصل إلى ما توصل إليه إذن علينا أن نهذب نفسنا الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته ومنه علينا هيئ الوسائل الوسائل مهيئة بس على الإنسان أن يروح يقتنص الفرص ويستفيد من هذه الوسائل الله سبحانه وتعالى من لطفه علينا بيّن لنا الأعمال الصالحة والأعمال غير الصالحة وأمرنا بالصالحات ونهانا عن غير الصالحات هذا الأمر وهذا النهي لا لحاجة من الله سبحانه وتعالى بأعمالنا ولا بنا أصلا الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق لا يحتاج إلينا ولا إلى أعمالنا إن يشأ ويأتي بخلق جديد الآية الشريفة مضمونها وما ذلك على الله بعزيز إذا الله أمرنا فإنما هي لمصلحتنا حتى الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا ما كان يحتاج إلينا وإنما خلقنا ليرحمنا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فالله سبحانه وتعالى من لطفه من رحمته من منه علينا لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا هيئ لنا وسائل السمو ووسائل الرقي وأيضا هيئ الظروف الله سبحانه وتعالى أماكن هذه الأماكن تقرب الإنسان إلى الطاعات وتقرب الناس الإنسان إلى الكمال هيئها لنا أزمنا الله سبحانه وتعالى هيئها لنا هذه الأزمنا أزمنا تفيض رحمة الله سبحانه وتعالى على الناس هيئها هو الرحمة دائما موجودة في كل زمان وفي كل مكان لكن من لطفة خصص أماكن يفيض الرحمة فيها فيضا وأزمنا كذلك يصب الرحمة فيها صبا مثل أنت هذه الأرض بعض الأحيان المثال المادي يقرب الفكرة المعنوية إلى الأذهان أنت تشوف في هذه الأرض هناك أراضي خصبة جدا زين أكو بعض المناطق الزراع ما عنده عمل بس يبذر يلقي البذر ويروح على شغله إلى أن يوصل وقت الحصاد هذه الزراعة الديمية هالشكل الأرض خصبة مياه متوفرة وهذا الفلاح والزارع ما علي أي شيء مجرد أن يبذر وهناك أراضي سبخة وإذا واحد يريد يزرع في هذه الأراضي يحتاج إلى جهد كبير ومال كثير وبعض الأحيان هم الزراعة ما تكون بالمستوى المطلوب مزيئة أوقات من السنة تشوف أوقات هذه الأوقات الهواء يكون لطيف الزمان يكون مناسب وأوقات ليست كذلك في المعنويات أيضا كذلك الله سبحانه وتعالى اختار أمكن وأزمن في حديث شريف أن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام كان في سام الراء فأصيب بمرض وعكة صحية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الأنبياء والأئمة من حيث التركيبة الجسدية كسائر الناس وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين تركيبتهم الجسدية كسائر الناس لكن في الجانب المعنوي يكون التفاضل أنا بشر مثلكم يوحى إلي الرسول صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة معصومون منزهون من النقص منزهون من الخطأ منزهون من السهو منزهون من الأمور الوضيعة لكن تركيبتهم الجسدية كتركيبتنا وأمه صديقة عيسى وأمه وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وأنه الغرض من الآية شيء آخر لكن احتراما وتنزيها هكذا ذكرت الآية كانا يأكلان الطعام يعني من حيث التركيبة البشرية الظاهرية بشر لكن الامتياز في الجانب المعنوي وفي إصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم فالإمام عليه الصلاة والسلام أصيب بوعكة صحية فأحد الرواد كان زاير الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام دفع مال قال أرسل رجلا أو شخصا يذهب إلى الحائر يعني إلى كربلاء ليدعو الله سبحانه وتعالى في شفائي الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام فعندما خرجوا من عند الإمام أحد الرواد يقول الثاني يقول متعجبا ما معناه أنه يرسل رجلا إلى الحائر ليدعو له وهو يعني الإمام الهادي وهو بمنزلة من في الحائر صحيح الإمام الحسين أفضل من الإمام الهادي بس الإمام الهادي إمام مفترض الطاعة معصوم الله سبحانه وتعالى اصطفاه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يعني لا إما عليهم الصلاة والسلام فلا فرق بين الإمام الهادي والإمام الحسين إلا أن الإمام الحسين أفضل أما في سائر جوانب والكمالات وتشاركون فهذا الراوي رجع وسأل الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام كأنه أيضا هو صار في ذهن سؤال زين صار في ذهن سؤال أنه زين الإمام الهادي هو كالإمام الحسين لماذا يرسل رجلا أو شخصا يذهب إلى الحائر وهناك يدعو لشفاء الإمام الهادي فعندما سأله الإمام عليه الصلاة والسلام قال له إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها والحائر من أفضلها أو أفضلها حسب الروايات الله سبحانه وتعالى يحب أن يدعى في هذه البقعة صحيح أنت في أي مكان تدعو الله سبحانه وتعالى أدعوني أستجب لكم في أي مكان كان لكن الله سبحانه وتعالى يحب أن تدعو في هذا المكان أيضا ويستجيب الدعاء في هذا المكان أكثر أيضا في الأزمنة المختلفة الله سبحانه وتعالى في كل يوم يفيد رحمته رحمته علينا لكن في شهر رمضان تتضاعف هذه الرحمة الله سبحانه وتعالى يضاعف الأعمال وثوابها في شهر رمضان ذلك في بعض الأحاديث أنه آية في شهر رمضان ثوابها يعادل ختم قرآن كامل في غير شهر رمضان يعني أنت في شهر رمضان تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي أعظم آية في القرآن زيان طبعا عنادا ولجاجا مع أمير المؤمنين حتى من صلاتهمهم حذفوها الإمام الصادق يقول ما بالهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في القرآن فحذفوها على كل حال تقول بسم الله الرحمن الرحيم في شهر رمضان يعادل ختم كامل من القرآن في غير شهر رمضان من حيث الثواب يعني في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يفيض رحمته فيضا في أيام شهر ذي الحجة العشر الأوائل في شهر ذي الحجة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة اللي هي شهر ذي القعدة وأتممناها بعشر هذه العشر العشر من ذي الحجة من أول ذي الحجة إلى العاشر من ذي الحجة في هذه الأيام الله سبحانه وتعالى أيضا يفيض رحمته فيضة الإنسان لازم عندما هذه الرحمة تفاض فيضة لازم يتعرض إلى هذه الرحمة عندما المطر ينزل مثلا واحد قد يدخل في داره ولا يتعرض لهذا المطر المطر ده ينزل بس أنا باختياري دخلت الدار ولم أدعه هذا المطر يتساقط علي أتمكن أنه أخرج إلى خارج الدار وهذا المطر مثلا يطهرني بعض الأحيان المطر هذا المطر اللي هو أنقى المياه بل أنقى المياه هو المطر إذا سقط على مزبلة شنو يصير الريحة الكريهة تتساعد من هذه المزبلة هو المطر لكن لأن المكان مو قابل بدل ما يكون رحمة يصير نقمة الله سبحانه وتعالى حول القرآن الكريم يقول وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةَ نفس القرآن يزيد الظَّالِمِينَ خَسَارَةَ ليش؟ لأنه عندما آية تنزل أن العمل الفلاني واجب هذا المنافق يخالف فنفس نزول الآية صارت سبب لزيادة أصيانة تنزل آية أن العمل الفلاني واجب فيخالف نفس نزول الآية صارت سبب لزيادة أصيانة زين هذه الأماكن المتبركة وهذه الأزمنة المطحرة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لنزول رحمته لازم الإنسان يعرض نفسه لهذه الرحمة ويحاول أنه يطهر نفسه حتى نزول هذه الرحمة تسبب زيادة الخير والبركة وإلا هناك ناس كانوا يعيشون الرسول صلى الله عليه وآله ولا إما عليهم الصلاة والسلام وكانوا معهم وبعضهم كانوا قريبين جدا إليهم لكن كانوا منافقين زين المشكلة في الرسول صلى الله عليه وآله لا الرسول أدى مهمته بأحسن وجه وأكمل وجه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إذا ذاك ما استفاد من هذه الرحمة فالمشكلة فيه هو ما كان مجبور وإنما بسوء اختياره وبسوء عمله وبسوء فكره وبعدم تهذيبه لنفسه هذه الرحمة حولها إلى نقمة أكو في التفاسير حول هذه الآية الشريفة إبليس يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول له رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي زين الله سبحانه وتعالى هو الذي أغوى إبليس هو هو إبليس بتكبره واستكباره غوى فلماذا هكذا القرآن ينقل رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي نفسرون بعضهم ذكروا أنه إذا الله ما كان يخلق آدم إبليس كان يعصي ما كان يعصي إبليس قبل خلق آدم في بعض الأحاديث أنه سجد سجد آلاف السنين سجد واحدة طولت آلاف السنين لله سبحانه وتعالى إبليس كان يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وكان يعبد لكن حينما الله سبحانه وتعالى خلق آدم في هذه الحال ظل إبليس عندما الله أمر أن يسجد لآدم أسجد لمن خلق تطينا استكبر واستكبار ليس على آدم كان استكبار على الله سبحانه وتعالى يعني استكبر على أمر الله سبحانه وتعالى استكبرت أم كنت من العالم. استكبار كان على الله سبحانه وتعالى وعلى أمر الله سبحانه وتعالى فقال له يا رب أعفني عن السجود لآدم وأسجد لك سجدة لم يسجد لك مثلها أحد ملايين السنين أسجد لك سجدة الله سبحانه وتعالى قال له إني أعبد من حيث أريد لا من حيث أريد لسه إذا واحد بدون وضوء صلى صلاة عشر ساعات وصلاة باطلة وإذا واحد بوضوء صلى صلاة أربع دقائق في بعض صلاة المتدينين مثلا بسرعة يصليها بس صحيح يصليها وذي تصلاة العشر ساعات باطلة هذه الصلاة أبو أربع دقائق صحيح إذا كانت واجدة للشرائق إذا واحد صلى عكس اتجاه القبلة صلاة باطلة إذا واحد في يوم عيد الأضحى في أو عيد الفطر في عز الصيف صام صوم جدا صعوب صوم باطل وحرام يعني يعاقب على هذا الصوم وإذا واحد في شتاء بارد والأيام قصيرة صام سويعات ما حس لا بجوع ولا بعطش صوم صحيح نعم إذا بالصيف يصوم ثواب أكثر على كل حال أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد ربي بما أغويتني يعني بسبب خلقك لآدم وهذا الخلق سبب أن أغوى أن أتبع نفسي ولا أسجد له إذن الآن أنتم ونحن في مكان عشو آل محمد صلى الله عليه وآله وهذه المدينة من المدن اللي هي قديمة في التشيع قدم التشيع من بداية التشيع كانت هذه المدينة شيعية وموالية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وملجأ للسادة والذرية الطاهرة في نفس مدينة قم أكو الآن قريب أربعمائة بقعة من البقاع المدفون فيها الذرية الطاهرة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبعض هذه البقاع مو واحد فقط مدفون بيها مثلا هاي منطقة يسموها هاي الأختارون أربعين واحد من السادة ابن الإمام الجواد موسى المبرقع وأبناء وبنات وأحفاد في مكان واحد مدفون المقبرة عائلية كانت مزيلا هذا مكان مقدس فاطمة المعصومة عليها الصلاة والسلام لها منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى والأيام أيام مباركة في أيام ذا الحجة العشر الأوائل واحد هم عن تعلقاته الاجتماعية والمادية بعيد لا عنده التزامات اجتماعية حتى يشترك فيه فاتحة وفيه زيارة وفيه عيادة مريض مثال ذلك من الالتزامات الاجتماعية المحبذة والمأمور بها ولا عنده التزامات عملية إجازة عنده والإنسان في هكذا فترة يمكن التفاته يكون أكثر الإنسان عندما مشغول في دوامة الحياة قد يغفل عن كثير من الأمور لكن حينما يخرج من تلك الدوامة قد يلتفت إلى كثير من الأمور الإنسان يحاول يستفيد من هذه الفترة يصفي نفسه يصفي عمله إذا عنده مشكلة مع أقرباءه مع أصدقاءه مع مجتمع يحل هذه المشكلة بالتي هي أحسن إذا أعمال فيها خلل يصلح تلك الأعمال والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بعض الأحيان الإنسان إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى الله للطفه ورحمته نفس سيئاته يبدلها إلى حسنات أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بعض المفسرين يذكرون أن المقصود نفس السيئة التي ارتكبها نفس السيئة تتحول إلى حسنة بتوبته لأنه التفت إلى الله الله سبحانه وتعالى العمل السابق الذي كان قبيح يحول إلى عمل حسن حتى بالماديات عندنا بعض الأحيان الإنسان يزرع زراعة يجيب سماد لهذه الزراعة السماد اللي قد يكون نجس وقبيح وكريح الرائحة يتحول إلى فاكهة من ألذ الفواكه نفسه بس الله سبحانه وتعالى حول إذا الإنسان التفت إلى الله سبحانه وتعالى الله سيئاته يبدلها حسنات يعني يوم القيامة يشوف أنه السيئة الكذائية اللي ارتكبها لأنه تاب وتوبة صحيحة ونصوحة والتفت إلى الله سبحانه وتعالى نفس تلك السيئات تحولت إلى قصر وهذا من لطف الله ورحمته سبحانه وتعالى على الإنسان بس بشرط الالتفات نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن ترجعوا سالمين إلى سالمين وأن توفقوا إلى زيارة الأئمة عليهم والصلاة والسلام حج بيت الله الحرام في العام القادم أو زيارة كربلاء أو سائر الزيارات المباركة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة